اشتركوا في القناة هنا ايضا سن الزمول بانطلاقة ايضا اصحاب السمو الشوخ نتابع مشاهدين الكرام الانطلاق نتابع التحدي نتابع الاثارة نتابع صدارة هذا الشوط والمنطلق شاهين على الصدارة وعلى المقدمة هجن سيح السلام او عفوا هجن ندي الشبه من الجانب الاخر المنطلق هناك شاهين بقيادة ايضا المضمر سالم بن سعيد من ياتينا على المركز الاول والصدارة المركز الثاني هنا ياتينا هملول على المركز الثاني والمركز الثالث كذلك هملول هنا على المركز الثالث بهذا الانطلاقات والتحديات الجميلة هنا بهذا الانطلاق المركز الثالث اذا هملول هجن الانطلاق هجن ايضا الرئاسة بقيادة علي بن يمي الوهيبي بينما المركز هنا الرابع ياتي شاهين في المركز الرابع وانطلاقة هجن العاصفة مع غياث الهلالي بينما المركز الخامس المركز الخامس الصايل لسموه شقالد بن سلطان بن زايد الانهيان وعمر بن محمد بن عبد وعقر المزروحي من يتابع على المركز الخامس وسادس المراكز ياتي سالهود سموه شق مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ويتابع في التضمير يطارش بن مبارك ملقوبع والمركز السادس المركز السادس متعب لسموه شق محمد بن ذياب سيب بن محمد الانهيان مع الصادق فضل الامين في التضمير من ينطلق هنا على المركز السادس المركز السابع ياتي شاهين في المركز السابع من هجن العاصفة مع غيات الهلالي والمركز الثامن هملول المنطلق من هجن الرئاسة مع علي بن يميل لوهيبي وعلى المركز التاسع المركز التاسع والمنطلق ضاري من هجن سيح السلام بقيادة حمد بن علي لعويسي وعاشر المراكز هنا ياتينا شاهين من هجني ند الشباب مع سالم بن سعيد في تضميره من ينطلق على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الاولى ناهى على حضاراتكم مشاهدين الكرام اول ندى للمراكز العشرة الاولى خلال هذه المسيرة وهذا الانطلاق نعود مشاهدين الكرام الى الصدارة نعود الى المقدمة نعود الى المركز الاول وصدارة هذا الشوط والمقدمة وهنا والاندفاع على الصدارة والمقدمة هنا ايضا في هذه اللحظات هملول على المركز الاول والصدارة من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل لوهيبي المركز الثاني شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي المركز الثالث هملول في المركز الثالث هجن الرئاسة علي بن يميل لوهيبي هملو هناك سلعود من الجانب الاخر المنطلق رابعا هنا لسمو شيخ مكتوم بن محمد بن راجد بن سعيد المكتوم ومتابعة المضمر هنا ايضا طارس بن مبارك بالقوبعة والوصول مشاهدين الكرام من ظاري 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 القادم بهذه الانطلاق وبهذا الاداء لهجن سيح السلام بقيادة المضمر هنا ايضا حمد بن علي لعويسي هملول يتينا سادسا هملول على المركز السادس هجن الرئاسة علي بن يميل لوهيبي الصايل من الجانب الاخر ينطلق سابعا لسمو شيخ خالد بن سلطان بن زاهد الانهيان وعامر بن محمد بن عبيج بوعقر المسروحي في التضمير من ينطلق هذا الانطلاق وبهذا الاداء الجميل ومن الجانب الاخر ياتي شاهين هناك على المركز الثامن شاهين على المركز التاسع هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير وعلى المركز العاشر ياتي متعب لهنا لسمو شيخ محمد بن ذيابسي بن محمد الانهيان مع الصادق فضل الامين هذه النتيجة للمراكز العشرة الاولى تجمع ملحوظ وملموس للعشرة الاسماء هنا في هذه المنطقة واحدة اذا هناك سوف يكون منافسة سوف تكون صراء على نيل الفوز والناموس لنا عودة مشاهدين الكرام مع منتصف المسافة منتصف الاربع كيلو مترات على بداية هذه الانطلاق والمسيرة واربع كيلو مترات على النهاية صدارة الشوط والمقدمة وضاري ضاري من قلب موازين هذا الشوط وانطلق الى الصدارة والى المقدمة والى المركز الاول ضاري هنا من يندفع بصدارة هذا الشوط الهجن سيح السلام بقيادة المضمر هنا ايضا في التضمير والتدريب حمد بن علي لعويس من يتابع على المركز هنا الاول بينما المركز الثاني المركز الثاني هنا في هذه اللحظات في هذه المنافسة الجميلة ما شاء الله هناك الصائل بفارق بسيط في هذه اللحظات يتسلل الى المركز الثاني لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الانهيان بقيادة عامر بن محمد بن عبيد بوحقر المزروحي الله الله بدى بدى الهجوم بدى الهجوم بدى الهجوم والتسللات بدأت انطلق في هذه اللحظات هملولي الى الصدارة الى المقدمة الى المركز الاول هجن الرئاسة علي بن ايمي الوهيبي في تضميره شاهين هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي سلهوت بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم مع طارش بن مبارك بالقوبة المركز الرابع ياتي الصائل لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد الانهيان عامر بن محمد بن عبيد المزروحي في تضميره وهنا على المركز الخامس ياتي هملول على المركز الخامس هنا هجن الرئاسة علي بن ايمي الوهيبي المركز السادس والمنطلق هنا شاهين هجن العاصفة مع غياث الهلالي سابعا شاهين هجن الدي الشبا مع سالم بن سعيد ثامنا هنا ايضا المتسلل في هذه اللحظات متعف لسمو الشيخ هنا ايضا محمد بن زياب سيب المحمد انهيان مع صارق فضل الامين هناك شاهين هناك من الجانب الاخر ياتينا شاهين هجن الدي الشبا مع سالم بن سعيد في التضمير والانطلاق والاداء هنا ايضا عاشرا ياتينا هملول هذه اللحظات بهذه الانطلاق هجن الرئاسة علي بن ايمي الوهيبي في تضمير يسلام التحديات والعاصف ايضا قادمة قادمة متسللة في هذه اللحظات فيها ايضا اسم اخر تنضم الى رقب المقدمة هنا ايضا مع شاهين يسلام فدت الاثارة ولكن هملول هملول من يسيطر على زمام الامور مع المنعطف الاخير والالتفاف الاخير لهذا المضمار والصدارة الصدارة مع هملول 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 على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة هنا هملول بانطلاقة هجن الرئاسة وعلي بن ايمي الوهيبي المركز الثاني الصايل الصايل في المركز الثاني لسموشي قالد بسلطان بن زايد الانهيان بمتابعتنا عامر بن محمد بن عبيد ابو حقر المزروحي في تضمير الله الله هناك هملول من الجانب الآخر هنا وانطلاقة وتحديات هجن الرئاسة علي بن ايمي الوهيبي انطلق شاهد هجن العاصفة مع غياث الهلال كذلك هناك سلهود القادم بهذه الانتقلاق والاداء الجميل هنا بعد الثنين كيلومترات وانطلاقة وتحديات الخط المستقيم الى المنصة الرئيسية ياتينا سلهود بين محمد بن راشد بن سعيد المكتوب معطارش بن مبارك بالقوبع ومن الجانب بالآخر شاهين خامسا هنا هجن ند الشبا مع سالم بن سعيد في تضمير خماسية خماسية ماسية جميلة هنا تنطلق بهذه تحديات والإثار ولكن لنا عود لنا عود نعود مشاهدين الكرام الى الصدور نعود 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 الى التحدي نعود الى صدارة هذا الشوت هملول هملول على الصدارة هملول على المقادمة هقنا الرئاسة علي بن ايمي اللوهيبي يأتي الصائل على المركز الثاني لسمو شقالد بسلطان بن زايد الانهيان وعامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروحي في التضمير شاهين القادم هجن العاصفة مع غياث الهلال الله الله نقترب نقترب هنا من الكيل الأخير هنا شاهين هجن ند الشبا القادم هنا مع سالم بن سعيد سالهود خامسة نسمو وشيغ مكتوم بن محمد بن راهي بسعيد مكتوم مطارس بن بارك بالقوبع ولكن هنا التحديات هنا الأخيرة وآرى الانطلاق من شاهين من انطلق بصدارة هذا الشوت انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول هو الصدارة انطلق هنا بهذا العداء وبهذا التحدي الله الله عادي هملول عادي هملول هملول وشاهين والصايل الله الله التحديات الأخيرة من الفوز لمن النموز يسلم ولكن هنا هملول هملول انطلق على صدارة على المقدمة والمركز الأول من هجن الرئاسة معلي بن يمي اللوهيبي من ينطلق بصدارة هذا الشوت وبالمركز الأول وهذا الانطلاق المميز الجميل واللحظات الأخيرة في مسيرة هذا الشوت هنا التحديات الأخيرة التحديات الأخيرة الصايل يحاول هنا في هذه الانطلاق وشاهين القادم شاهين القادم أيضا هجن العاصفة معليه ولكن خلاص 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 هنا هملول هو الأقرب للفوز أقرب للناموس تهانين تهانين هنا لهجن أيضا الرئاسة تهانين علي بن يمي اللوهيبي على هذا الفوز الجميل بينما المركز الثاني أتانا مشاهدين الكرام الشاهين هجن العاصفة المركز الثالث وصل مشاهدين الكرام الصايل لسموشي خالف بسطة من زايد الآن المركز الرابع هنا من هجن إذن نجد الشبا والمركز الخامس من محمد بن راشد بن سعيد المكتوب نتابع مشاهدين الكرام التوقيت الزماني مع مخرقنا ولحظة أيضا وصول مشاهدين الكرام هملول مثل التعدي جسابات عشر الثاني ثمان أجزاء من الثانية تهانين هجن الرئاسة تهانين علي بن يمي اللوهيبي شاهين بن حلة في المركز الثاني هنا من هجن العاصفة مع غياث الهلالي هذا الانطلاق هو التهدي قاطعا على المسافة هنا ثلاثة دقيقة ثلاثة عشر الثاني ثمان من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني أما المركز الثالث فكانت انطلاقات الصايل من حل في المركز الثالث بسم وشيخ خالد بن سلطان بن زايد الانهيان بقيادة المضمر عامر بن محمد بن عبيد وعقر المزروحي بثلاثة دقيقة ثلاثة ثانية ثمان من الأجزاء من الثانية تهانين ونموست تهانين للجميع